موسيقى من الميادين أهلا بكم وإلى العناوين موسيقى تحركات شعبية وفعليات رفضا لورشة البحرين وصفقة القرن في فلسطين المحتلة ولبنان وعضاء مجلس الأمة الكويتي يرفضون أي محاولة للتطبيع تهران تعلن فشل الهجمات الإلكترونية الأمريكية على مواقع اطلاق صواريخ ووسائل علام تكشف عن مخططات جديدة للبيت الأبيض لاستهداف إيران المبعوث الأمريكي لإيران يؤكد رغبة ترامب في الحوار مع تهران ويبدي استعداد واشنطن لرفع جميع العقوبات بعد الوصول إلى اتفاق البرلمان العراقية منحوا أثقة لتعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل في حكومة عادل عبد المهدي لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز أكرم إمام أغلو برئاسة بلدية إسطنبول رسميا والليرة والبورسة التركيتان تنتعيش وفاة المدعي العام لولاية أمهراء الإثيوبية متأثرا بجروح أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة أهلا بكم تتواصل في فلسطين المحتلة والمخيمات للاجئين تظهرات وتحركات الشعبية رفضا لورشة البحرين وصفقة القرن وقد نظمت وقفة احتجاجية بل وقفة احتجاجية عند دوار المنارة في مدينة رامالله المشاركون رفعوا علم فلسطين ولافتات تؤكدوا رفضهم لكل المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتشمل الفعاليات مختلف المحافظات فيما تمت الدعوة إلى أن يكون يوم غد وبعد غد يومين لتصعيد ضد الاحتلال بالتزامن مع انعقاد ورشة البحرين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيا قال أن مضمون ورشة المنامة هزيل والتمثيل فيه ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة موقف اشتيا أتى في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية في رامالله لقد أدركنا أن هذه الورشة الاقتصادية في البحرين ستكون في الحقيقة هراء إنها مجرد عمل نظري تطلب 60 مليار دولار لا نعرف من أين ستأتي هذه الأموال لكننا نعرف أن المشكلة الاقتصادية في فلسطين لها علاقة بكل الإجراءات الإسرائيلية لم أرى في المستند أي إشارة إلى الاحتلال ولم أرى في الوثيقة أي إشارة إلى المستوطنات ولم نرى في الوثيقة أي إشارة إلى إنهاء الاحتلال هذه الورشة هي مجرد غسل سياسي للمستوطنات وهي إطفاء للشرعية على الاحتلال وينضم إلينا من بيت اللحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم ناصر أهلا بك إذن هناك تظاهرات وتحركات رفضا لورشة البحرين أيضا ولصفقة القرن في الضفة الغربية رأينا بعض الفعاليات منذ صباح هذا اليوم لو تضعنا في صورتها حتى الساعة وأيضا إن كان هناك أيضا مقرر أي فعاليات أخرى تحيتي رانا الموقف الشعبي متقدم متقدم كثيرا تظاهرات الشعرات الأغاني المشاركة بحد ذات حتى أكاد أكشف لك بأنه بجهود كبيرة من القيادة الفلسطينية يعني لم تحرك صور العديد من الزعماء العرب الذين يسارعون ويباهون بصفقة القرن الموقف الشعبي المتقدم ورده رفض مبدأ بيع فلسطين الأوطال لا تباع لا بالمليارات ولا بعيش آخر وبالتالي ترادفيا التظاهرات التي بدأت قبل يومين تصل أوجها في رمالة اليوم التظاهرة بعد أن صارت من دوار المنارة للدوار الساعة وبعد ذلك إلى حاجز بيته لاشتبكت مع الاحتلال تدلل على أن الأمور ماضية في هذا الاتجاه يتوقع غدا تظاهرة مشابهة أيضا في المدن الأخرى الفلسطينية الموقف السياسي متطابق موحد مع الموقف الشعبي مع الموقف الوطني المشاركة من الاتحادات والنقابات تؤكد على أن فلسطين مجمعة على قلب رجل واحد بأن الأوطال لا تباع وفلسطين ليست للبيع ستفشل ورشة البحرين وسنسقط صفقة القرن هذا ما يقوله الفلسطينيون على مختلف اتجاهاتهم وأينما توزعت مواقفهم الجغرافية يأتينا من الفلسطينيين أيضا في الخارج التظاهرة كانت في نيويورك بأعالم فلسطيني كبير جدا هناك موقف في الكويت مشرف في الأمس كان في الرباط اليوم غدا في كازابلنكا وهكذا جميع العواصم ترسل لنا بأن الفلسطينيون توحدوا وبالفعل تم رفع شعار موحدون وعالم واحد هو علم فلسطين حتف الجميع بهذا الاتجاه في الواقع ناصر أيضا كما قلت المواقف موحدة اليوم فيما خاصة ورشة البحرين وأيضا صفقة القرن أبقى معك في فلسطين المحتلة أيضا أسرى معتقى العسقلان دخلوا على خط الاحتجاج هل من تفاصيل؟ نعم نعم سجل العسقلات تحدثنا عنه في النشارات السابقة الأسرى من أقوى الخلايا الفدائية التي كانت تقود الانتفاضة الثانية أيام حصار الزعيم ياسر عرفات هم خادوا إضراب مطالبي شاركوا فيه إضراب الذي قاده الأسير مروان برغوثي وهذه الأيام لديهم قائمة بوقف الاعتداد الإسرائيلية على الأسرى وعدم التنكيل بهم وكذلك بموقف سياسي واضح لا يخفونه أسوة بباقي أقطاب الحركة الأسيرة الحركة الأسيرة جزء من الحركة الوطنية الشاملة مثلها مثل الحركة الطلابية والحركة النسوية وهم مشاركون ضالعون مقدامون في كل المواقف وأول هذه القضايا قضية رفضهم لصفقة القرن حتى وهم في زنازينهم يرفضونها وأن قبلها من يجلسون في القصور شكرا جزيلا لك الناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا تحديدا من رامالله اليوم في بيروت ورفضا لصفقة القرن وورشة البحرين نظمت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بمشاركة أحزاب وقوة سياسية عربية منتدأ السيادة من أجل السلام والازدهار نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين أديهي أكد التزام شعب البحرين بالقضية الفلسطينية وقال أن طرح صفقة القرن أعاد تشكيل أولويات المنطقة الشيخ حسن عز الدين مسؤول العلاقات العربية في حزب الله قال للميادين أن موقف لبنان الرسمي بعدم المشاركة في ورشة البحرين موقف طبعي انطلاقا من مساندة لبنان المطلقة للقضية والمقاومة الفلسطينيتين نائب الأمين العام لجباء الشعبية لتحليل فلسطين أبو أحمد فؤاد قال أن المشاركة في ورشة البحرين هي مشاركة في مذبحة سياسية وتعني إلغاء قرارات الشرعية الدولية لمصلحة القرارات الأمريكية نطالب جميع الأنظمة العربية أن لا تشارك في هذا المؤتمر كذلك هيئة الأمم والجامعة العربية وكل المدعوين أن لا يلب الدعوة لأن مجرد تلبيتهم الدعوة والمشاركة يعني المشاركة في مذبحة سياسية على هامشي مشاركته في منتدى السيادة من أجل السلام والازدهار كدل من العام للحزب الجمهوري التونسي عيصام الشابي للميادين أن الموقف الطبيعي لتونس ودعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولة التطبيع مشددا على رفض صفقة القرن نحن هنا لنؤكد بأننا نعتبر صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي سنتظر هو جريمة القرن في حق الفلسطينيين هو يريد أن يسقط حق العودة يريد أن يفرد في القدس يريد أن يشرعن الاحتلال ويطبع معه ويجعله أمرا مقبولا وفي الكويت أكد أعضاء مجلس الأمة أن ورشة البحرين المزمع عقدها تهدف إلى تكريس الاحتلال وأطفاء الشرعية عليها وفي بيان انتلاه رئيس المجلس مرزوق الغانم دع الأعضاء الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لمقاطعة أعمال ورشة المنامة ولما كان الموقف الشعبي الكويتي عبر نخبه السياسية وتجمعاته النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة قد عبرت مرارا وتكرارا عن رفضها القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني لذلك ندعو نحن الموقعون أدناه الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة وعشية عقادة ورشة البحرين بقية سلم التوقعات الإسرائيلية منخفضا منها ولسيما في ظل غياب التمثيل الرسمي الإسرائيلي فيها والضغوط التي يمارسها الفلسطينيون في هذا المجال تقرير منال إسماعيل قبل انطلاق ورشة البحرين الاقتصادية التي تنظمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة البحرينية المنامة والتي يفترض بحسب الرؤية الأمريكية أن تكون جزءا من تسوية شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو مواقف تعكس مزيدا من التشدد والشروط التعجيزية لأي تسوية مستقبلية غول الأردن يعطي لإسرائيل عمقا وارتفاعا استراتيجيين أقول لمن يعتبر أنه من أجل الوصول إلى سلام على إسرائيل مغادرة غول الأردن هذا لن يجلب السلام بل حربا وإرهابا في كل اتفاق سلام مستقبليا موقف وسيكون أن وجود إسرائيل هنا يجب أن يستمر من أجل أمنها وأمن الجميع نشر الإدارة الأمريكية تفاصيل خطتها الاقتصادية من صفقة القرن في محاولة منها لتقديم دفعة لورشة البحرين قوبلة بتجاهل إسرائيلي لهذه الخطة في ظل غياب موقف إسرائيلي واضح منها في القدس طلقوا بلا مبالاة كبيرة تفاصيل الخطة الاقتصادية التي نشرها البيت الأبيض وليس هناك أي تطرق لمضمون الخطة من جانب نتنياهو ولا حديث عن ما إذا كانت إسرائيل تدعمها أم لا وفيما أشار مراقبون إلى أن الخطة الاقتصادية الأمريكية المليئة بالعبارات المثيرة التي تبدو هامة لا تكشف الكثير وتوجد تجنب قول أي شيء محدد أشار آخرون إلى أن العيون الإسرائيلية شخصة نحو الورشة الاقتصادية في البحرين واستخفض التوقعات عما قد يرشح عنها ولسيما في ظل الغياب الرسمي الإسرائيلي عنها والرفض الفلسطيني لها عشية نعقاد ورشة البحرين تظاهرات إلكترونية تعد الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بصفقة القرن ورفضا لها ودعا النشطون لتغريد بكثافة ابتداء من ليل اليوم تحت هاشتاج يسقط مؤتمر البحرين بسانت الراف أهلا بكم لو لم تكن فلسطين لكانت البحرين لا لعقد ورشة البحرين بل لإقامة ما يسمى بدولة للكيان الإسرائيلي هكذا وثقت الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني من أجلها وثائق من كتاب كلنا في ذات مشيرة إلى المفارقات التاريخية التي تثبت أن البحرين كانت على موعد مع فلسطين قبل وعدد الفور وكانت البلدة التي اقترح أن تنشأ فيها دولة لليهود قبل التفكير في فلسطين البحرينيون قالوا كلمتهم الموحدة كلنا فلسطين لبو النداء العالم الفلسطيني كما نرى مرفوعا شامخا فوق أسطح المنازل والجمعيات تعبيرا عن تضامنهم ورفضهم لصفقة القرن المذلة وأسفهم العميق للفلسطينيين تحت هاشتاغ نحن متأسفون البحرينية سابكة شملان اختصرت تغريدتها بالقول أصدقاء الفلسطينيين اعتذروا منكم إذن تظاهرة إلكترونية تعد الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لصفقة القرن تحت هاشتاغ يسقط مؤتمر البحرين إلى الأردن حيث نشر عمر صورة للجيش البحريني خلال تصديه للاحتلال خلال النكب عام 48 في فلسطين وقد رفع جنود بحرينيون لافتة كتب عليها نحن البحرينيين نفدي فلسطين والعرب بل وكل المسلمين هذا هو نبض شعوب الأمة المحبة لفلسطين ومقدساتها نبقى في الأردن حيث كتب هذا الناشط أن المواطم جورج فخوري أردني الجنسية أعلنوا أن الحكومة لا تمثلني أبدا في حضورها ورشة البحرين وأرفض ما يسمى صفقة القرن كما أرفض أي قرار يصدر عنهم من يمن الإيمان إلى فلسطين قلب أمتنا النابض كتب ماجد أبو طالب نرفض مؤامرات صهاينة العرب نرفض صفقة القرن صفقة العار رنى من مصر كتبت من جهتها أنا مصرية وموقف الحكومة والنظام لا يمثلني يسقط كل من خان القضية الفلسطينية وطبع مع الكيان الصهيون المحتل للأراضي الفلسطينية والجولان السوري غيث عيران من الإمارات كتب مختصر الكلام لا تصالح ولو منحك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأس برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك أعيناه عينا أخيك وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكى لك أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد ذري جهرمي أن لجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة تصريحات الوزير الإيراني جاءت بعد أيام على تقارير عن هجوم إلكتروني اتهم فيه البنتاجون لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد ووفق جهرمي فأنه تم في العام الماضي تحيد 33 مليون هجوم إلكتروني قال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني حسام الدين أشنى إن ما يزعمه الأمريكيون من تفاوض من دون شروط أو قيود أمر مرفوض في ظل التهديد والعقوبات وفي تغريدة على تويتر كتب أشنى إن كانوا يريدون شيئا أبعد من الاتفاق النووي فعليهم تقديم شيء أبعد من الاتفاق النووي بضمانات دولية أشنى قال إن الحرب والعقوبات هما وجهاني لعملة واحدة مؤكدا أن الإيرانيين ليسوا دعاة حرب ولا يستحقون العقوبات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال إن إنشاء واشنطن تحالفا استراتيجيا ضد إيران ليس جديدا ولن ينجح مؤكدا أن قدرات إيران الدفاعية عالية ولن تؤثر فيها أي هجمات أمريكية وفي مؤتمر الصحفي الأسبوعي شدد موسوي على أن ما يطلبه الأوروبيون من إيران من دعم من عدم الخروج من الاتفاق النووي أو عدم تقليص التزاماتها غير مقبولة ولسيما أن الأوروبيين لم يقدموا على خطوات بل يقدموا على خطوات عملية وملموسة لا نتوقع أي شيء من الأوروبيين ونجري محادثات ثنائية مع أصدقائنا لترتيب أساليب التعامل مع البنوك والتداول لا يجري تطبيق خطة العمل الشامل المشتركة سنمضي قدما سنتخذ الخطوة الثانية بكل قوة إلى ذلك وصف قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي إسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية في الخليج الأسبوع الماضي بأنه رد صارم على الولايات المتحدة خانزادي حذر من أن هذا الرد يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك وفق ما قال كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية تعمل على خطط سرية لمواجهة وضاعي في منطقة الخليج ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن الخطط التي يعمل عليها ضباط في الجيش والاستخبارات تشمل هجمات سيبرية شبيهة بالتي حصلت الخاميس الماضي كما نقلت الصحيفة أن المسؤولين العسكريين ومسؤولي الاستخبارات حذروا الرئيس الأمريكي من أن عدم الرد الأمريكي على إيران يقود الأخير إلى مواصلة زعزعة الأمن في المنطقة وفق الصحيفة كشف موقع إيراني عن تسجيل صوتي مسرب يثبت تورط السعودية مع منظمة مجاهد خلق في الهجوم على نقلتين النفط والتنسيق معها موقع ايف بي الإيراني عرض مكالمة صوتية بين مسؤول العمليات الإلكترونية في منظمة مجاهد خلق وعضو آخر في المنظمة يتحدثان فيها عن الجهود التي بذلت لطورة إيران في الهجوم على النقلتين وعن اتصال السعوديين بالمنظمة لمتابعة تطورات القضية الأسبوع الماضي بذلنا قصار جهدنا لإلقاء اللوم على النظام الإيراني في تفجيرات نقلتين النفط اتصل السعوديون بمكتب السيدة مريم رجوي لمتابعة النتائج معرفة مجرى تنفيذه والعواقب المحتملة أعتقد أنه يمكن أن تكون لذلك عواقب عدة قد تعرض القضية على مجلس الأمن الدولي أو قد تؤدي إلى تدخل عسكري قد يكون لذلك أكثر من نتيجة وحول هذا التسريب ينضم إلينا من طهران مدير موقع إيران فرونت بيج محمود عسكري أهلا بك سيد محمود العلاقة بين منظمة مجاهدي خلق والسعودية في الواقع ليست ما الذي يمكن تلخيصه من هذا التسريب وما جاء فيه كما تفضلتم أن العلاقة بين السعودية ومنظمة مجاهدي خلق والتي تسمى في إيران بمنظمة المنافقين هي علاقة ليست صغية منذ ثلاث سنوات خلال اجتماع اجتماع السنوي لهذه المنظمة في باريس في عام 2016 قام توك الفيصل رئيس السابق لمنظمة الأمن السعودية كان من المتكلمين في هذا المؤتمر كذلك بولتون تحدث فيه وجولياني نائب أو وكيل ترامب هذا يدل على أن العلاقة التي أو المجموعة التي حول رئيس الأمريكي حاليا والسعودية وضلع آخر وهو الذي يعتبى هو عامل لنفوذ داخل إيران هي منظمة مجهدي خلق هذه المنظمة ليس لها أي قاعدة اجتماعية أو شعبية في إيران كما يدعون حتى عند الإيرانيين المقيمين في الخارج ليس لها أي محبين ومؤيدين ولكن هؤلاء يعتمدون عليها على مسألة الإسقاط النظام ومسألة التأثير على النظام الخاج الفايل هذا الملف هذا استخدناه وأنه كيف صرحت مسؤول الموقع الإلكتروني لمجاهدي خلق أو MAKO يصرح فيه أنه أن هناك محلل سياسي كبير في المنظمة يسأله بالنسبة لما حصل في الأسبوع الماضي من حادث التفجير الفجيرة وحاملات النفط في الفجيرة في 12 أيار ما حصل قبل شهر تقريبا وقد نسبنا ذلك أو قد عندما يقول أنه دعينا أو أنه اتهمنا إيران بذلك هو يشير إلى أن هناك عمل قاموا به ويتهم به من لم يقم به في هذا الملف الاستنتاج الذي نخلج به أنها السعودية أو عملائها في هذه المنطقة من أعضاء هذه المنظمة لكن هناك حادثة حصلت وكان قصدهم من هذه الحادثة هو اتهام إيران وثم أن يستفاد من هذا الاتهام كذلك سياسيا سيد محمود أفهم منك بأن تسريب يتعلق فقط بحادثة الفجيرة ولا يتعلق ببحر عمان هذا بداية وفي الواقع أيضا التسريب هو قصير جدا يعني 38 ثانية هل هناك من ملحق لهذا التسريب هل هناك تسريبات أخرى وأنتم يعني اقتطعتم فقط هذه الجزئية من التسريب أم ماذا نعم أنتم لم تسمعوا باقي هناك عدة دقائق موجودة ولكن لم تنشر الباقية ويتحدثون فيه أن المسؤول السياسي للمنظمة سيد فخت هو مسؤول النشاط السايبري ويتحدث أنه السيدة ماريام والسعودية حصل اتصال وأرادوا أن يعرفوا ما هي نتائج هذه هذا الهجوم الإعلامي ويسأل ماذا نقول قال يمكن أن نكون لديكم تحليل مختلفة ونقل الملف إلى مجلس الأمن مجددا وبداية الحرب ضد إيران ويمكنكم أن تصلوا إلى هذه المرحلة من خلال تحليلكم السياسية لهذه الحادة ربما السؤال الذي يطرح سيد محمود لماذا لم ينشر التسريب كاملا تقول بأنه أكثر من دقيقة وهل سلمتموه ربما لجهات الرسمية أم ماذا هناك عدة كلمات كان فقط ليس أكثر من ذلك عدة جمل لم يكن هناك أكثر من عدة كلمات وذكرنا نحن في هامش الفايل حتى ينقل كل الحديث الذي حصل بين سيد فاخته وبين من يسأله ومن يستشعر والذي يشده إلى ما يمكن أن لعله من المكتب السياسي للمنظمة السيد حسين داعي داعي الإسلام يتداول فيه ماذا حصل وممكن أن يستغل في هذا مجال ربما سؤال أخير سيد محمود في الواقع نحن نعيش حروبا إعلامية وازئة حركات العسكرية التي نشهدها في المنطقة التسريب أتى عبر موقع إيراني ولكن ينطق باللغة الإنجليزية هل نال الانتشار وتفاعل المطلوب خلال خمس دقائق بعد نشره كان هناك تفاعل قوي جدا وكثير من الوكالات الأنباء نقلت عن ذلك نقلت ذلك عنه وحتما من هم ضد إيران لم ينشه ذلك ولم يصل الضوء على هذا الملف ولكن انتشر بشكل سريع جدا وخاصة في تويتر وكثير من الشخصيات وصحفيين أبدوا آراءهم واهتموا به فيه سيد محمود أريد منك أيضا توضيح بشكل مختصر هذا التسريب يعني فقط حادثة الفجيرة نعم تحدثوا عن الفجاية فقط ولكنه يدول على أن هذا الهجوم الإعلامي الذي يريدون أن يهيئوا الحرب وتقوية الأزمة بحيث يدفعون الآخرين للمواجهة وهذا ما نستنبطه من هذا الكلام وأنه أمو مخطط له وليس صدفة في العلاقات العالمية أو دولية لأمريكا ديسينفو خصص لها ميزانية لأنها فشلت في عملها تحت إدارة بومبيو وقاموا ب يعني كانوا سيجرون أمريكا إلى الحرب فحتى الإيرانيين وغير الإيرانيين المقيمون في أمريكا والذين كانوا يتعاملون مع هذه الأجهزة كذلك قاموا بغافض ذلك واعتبروا أن هذا العمل هو خطأ ولذلك خفضت هذه الميزانية لهذا المركز وكذلك هناك شخصية غير موجودة أساسا المدعات تحدث نشر أكثر من ستين رسالة وفوف تضح أن هذا شخص غير موجود وخلف هذه الشخصية الوهمية هناك أعضاء مجاهدي خلقهم الذين يقومون بهذا الأمر وقد تم بعض السياسيين الأمريكيين بهذه الرسائل ولكن اكتشفوا أن هذه كلها وهمية وغير صحيحة وحتى في قارات الأمريكية أخذوا بهذه الدعاءات هناك نشاط كان واسع جدا لمنظمة مجاهدي خلق ضد إيران ولصالح وقوع الحرب مثلا خلال اللقاء 2016 في باريس عن جولياني تحدث فيه وهو وكيل ترامب وبولتن كذلك تحدث في هذا اللقاء وكذلك توقف فيصل كندا الذي لأول مرة نسمع توقف فيصل يتحدث عن أن مسعود رجوي قائد المنظم وزوج ماريام رجوي التي تسمى بالأخت ماريام في هذا الملاف أنه مات عرفنا أنه مات وقد أوصل هذه الرسالة دون أن يتر وقار الفاتحة عن روح والمغفرة لأخ مسعود كما قال هذا يدل على أن هناك علاقة قوية وقديمة بينهم ضد إيران وليست مسألة جديدة صحيح وحكومة الأمريكية الجديدة كذلك تعتمد على مثل هذه التغهات وهذه المنظمات والمافيات وضحت الصورة سيدة محمود عسكرية لا أدري إن كنت تسمعون شكرا جزيلا لك على هذا المداخل وهذا التوضيح مدير موقع إيران كنت معنا من تهران شكرا لك أكد المبوث الأمريكي لإيران براين هوك أن واشنطن مساعدة لرفع جميع العقوبات عن إيران لكن بعد الوصول إلى اتفاق معها هوك قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بشدة في الحوار مع إيران وأن واشنطن لا تمارس أي ابتزاز ديبلوماسي ضد تهران أضف أن واشنطن محايدة إذا أي جماعات إيرانية تريد الحلول محل النخبة الدينية في إيران وفي الرياض التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حيث بحث الجانبان العراقات الثنائية وتطورات الإقليمية وفق ما نقلت وكالة الإعلام السعودية بومبيو واصل إلى السعودية في تار جولة في الخليج تشمو الإمارات حيث من المتوقع أن يتصدر الملف الإيراني المحدثات خصوصا بعد تراجع الرئيس الأمريكي دون ترامب عن شن عمل عسكري ضد إيران الرئيس الأمريكي دون ترامب كان أكد ضرورة وجود اتفاق نووي جديد مع إيران إما ثنائيا أو متعدد الأطراف وفي مقابلة مع قناة MBC الأمريكية أعرب ترامب عن اعتقاده بأن طهران تريد التفاوض وتوصل إلى صفقة جديدة لست مهتما بالأوروبيين هم يذهبون لكسب الكثير من المال الأوروبيون بخير في فرنسا يبيعون السيارات لإيران ويفعلون أشياء أخرى دعني أقول لك نحن نتعامل مع أوروبا بشكل جيد وحريصون عليها لقد أنفقنا كمية هائلة من هذا المبلغ النسبي على التجارة كذلك الاتحاد الأوروبي يستفيد مننا بالفعل منذ وقت طويل لدينا علاقات كبيرة جيدة مع أوروبا لا أمانع من أن تكون أوروبا في الوسط هي تريد إبرام اتفاق أيضا هل تريد إبرام اتفاق على حدة مع إيران أم تريد ضم الجميع إلى صفقة نفسها حتى الروس والصينيون لا أهتم بما هو شكل الاتفاق إذا كان ثنائيا أو متعدد الأطراف المهم أن نصل إلى نتيجة بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وأمام البيت تظاهر ناشطون أمريكيون مطالبين بعقد سلام مع إيران وألغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها الناشطون أيدوا تراجع بلادهم عن السادة في إيران بدربة عسكرية أحمل ترامب مسؤولية إفشال الاتفاق النووي خلق أزمة مع تهران ترامب يحيط نفسه بمستشارين كثيرا ما ندوا بالحرب لسنوات وسنوات ربما لا يستطيع القول أنه لا يريد الحرب لكنه يحيط نفسه بأشخاص يطلبون بها ترامب المسؤول عن فشل الاتفاق النووي وفرض العقوبات وخلق أزمة مع إيران نعم ندعم تراجعها عن ضربة عسكرية ولكننا جميعنا ندرك أن عقوباته تقتل الناس في إيران كل يوم لأنه خلق هذه الأزمة وهو لديه مفتاح حلها إلى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم أن بلاده تعتقد أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تريداني حربا لكنها تشعر بقلق بالغ من امدلاع حرب بصورة عرضية أقل هانت ليراديو هيئة الإذاعة البريطانية أن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن الوضع الخطير جدا في الخليج وأكدا بذل جهود كبيرة لتهديئة الوضع في المقابل أكدت الخارجية روسية أنها ستتصد لأي عقوبات جديدة ستفرضها الولايات المتحدة على إيران هذا الموقف أعرب عنه النائب وزير الخارجية سيرجيري أبكوب الذي قال أن موسكو وحلفاء سيتخذون خطوات لتصدي لهذه العقوبات من دون أن يواضح ماهيتها وضف أنه يتعين على الولايات المتحدة السعي إلى الحوار مع إيران أنشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل فوز مرشع الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ويد الغزواني في انتخابات رئاسة أهلا بكم من شديد منح البرلمان العراقي أثقة لتعين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين اليسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل في المقابل رفض البرلمان منح أثقة لتعين سافان الحمداني وزيرة للتربية تجدر الإشار لأن هذه الجلسة هي السادسة والعشرون للبرلمان العراقي حيث تضمن جدول أعمالها استكمال التصويت على تشكيلة الوزارية وعلى مقترح قانون إعادة منتسبية الداخلية والدفاع إلى الخدمة في تركيا ارتفع سعر صرف الليرة مقابل دولار إلى خمس ليرات وسبعة قروش بعد انتهاء انتخابات الإعادة في إسطنبول بفوز المعارضة كذلك ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول تركيا بنسبة واحد وثمانية عشر في المائة عند بدء تداولاته اليوم بعدما انعكست نتائج الانتخابات إيجابا على معنويات المستثمرين يذكر أن الحكومة التركية وعدت بالتركيز على معالجة المشاكل الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية بعد الانتهاء من الانتخابات هذا وعلنت لجنة الانتخابات التركية رسميا فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المعارضة التركية احتفلت بفوز مرشحية في انتخابات الإعادة حيث شهدت المدينة تجمعا حاشدا لأنصار المعارضة كما نزل عشرات الآلاف إلى شوارعها سنجلب الأخلاق إلى السياسة السيادة ملك للشعب وهذا لا لبس فيه لن ننسى هذا أبدا سنعمل كثيرا من أجل إسطنبول ابتداء من الغد سوف نعمل كثيرا أعدكم جميعا ورشح حزب شعب الجمهورية الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أونغلو أكد أن فوزه هو بداية جديدة لتركيا هذا ليس انتصارا إنها بداية جديدة أود القول من هنا إنني ابتداء من الغد سأتعمل مع ستة عشر مليون شخص بالتساوي كرئيس بلدية وفي موريتانيا أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات وقالت اللجنة أن ولد الغزواني انتخب رئيسا للجمهورية متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه مرشح المعارضة توفي المدعي العام لولاية أمهر في أثيوبيا متأثرا بجرح أصيب بها أمس خلال محاولة الانقلاب التي أدت أيضا إلى مقتل رئيس الولاية وأحد مستشاريها أكان رئيس الوزراء أكد أن رئيس الأركان الجنرال سياري ميكونين تعرض لإطلاق نار بعد ساعات من الإعلان عن محاولة انقلاب في ولاية أمهر ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد افتتح في إسلام آباد مؤتمر السلام الأفغاني بناء على توصيات عمليات لاهور للسلام المؤتمر ضم قيادة أفغانية مهمة تأمل باكستان أن يكون لها الدور الأساس في مستقبل أفغانستان باكر يونس بناء على توصيات مؤتمر لاهور للسلام يجتمع القادة الأفغان في باكستان لوضع خطوط عريضة للحلول المرجوء التوصل إليها لإحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان القيادات السياسية المشتركة أجمعت على الكثير من النقاط فيما يختص بالتجارة والصحة والتعليم لكن العملية السياسية لا تزال محل خلاف شديد ولا سيما أن حركة طالبان ليست من ضمن المشاركين إننا على يقين أن الأمن سيصل إلى أفغانستان والاستقرار كذلك ولا شك أن عدم مشاركة طالبان يعتبر عائقا أمام هذا الحوار ولكن من هنا أعتقد أننا قادرون الآن على نبذ خلافات للداخلية السياسية وهذه بادرة أساسية للاستقرار في أفغانستان ترى باكستان أن دورها لابد أن يكون أساسيا في أي تحرك داخل أفغانستان ولا سيما فيما يختص بالسلام الدائم أمر كان واضحا في تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الذي أكد أن دور بلاده أساسي ويقف على مبدأ السلام للجميع داخل الأراضي الأفغانية إن دور باكستان واضح ونعمل على أن تكون أفغانستان بلدا آمنا وسالما من الداخل وعلى علاقة سلام مع جيرانها بشكل كامل القيادات الأفغانية لم تتمكن من تولي السلطة بشكل كامل بعد انسحاب القوات الأمريكية من أجزاء واسعة من أفغانستان لتعود سلطة حركة طالبان إلى نحو 70% من أراضي البلاد بينما يعاني قادة سياسيون أفغان أزمة في الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الخلافة الداخلية فيما بينهم مع عدم تمكن أي من الجهاد السياسية من إيجاد خريطة طريق تقبل بها حركة طالبان الأفغانية الأمن والاستقرار والتنمية والصحة ملفات أفغانية بحاجة إلى بحث مستفيد أفغاني أفغاني رغم بقاء طالبان في القالب المعارض وفي ظل رعاية باكستان لكل ما قد يتم التواصل إليه بكريوني السلام أباد الميادين والآن إلى موجز الاقتصاد في ألا ظهيرة وزميلة عبدالله ظهر أهلا بك عبدالله مساء الخير رمضا شكرا أهلا بكم 50 مليار دولار تسعى لولايات المتحدة إلى استثمارها لتمرير صفقة القرن عبر إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات عربية وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكالة رويترز قالت إن خطة استثمار 50 مليار دولار تمتد لعشر سنوات وتشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال سيقترحها جاريت كوشنر على المشاركين في ورشة المنامة هذا الأسبوع يذكروا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد عدم المشاركة في ورشة البحرين وعدم السماح بتمرير صفقة القرن من بوابة الاقتصاد والمال والاستثمارات تدرس الإدارة الأمريكية منع شركات الاتصالات العالمية في الصين من تصميم وتصنيع معدات الجيل الخامس الخلوية المستخدمة في الولايات المتحدة ونقلت والسريت جورنل عن مصادر مطلعة أن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية قد تدفع شركات اتصالات عملاقة مثل نوكيا إلى نقل إنتاجها إلى خارج الصين من أجل الاستمرار في توفير المعدات للولايات المتحدة وهي أكبر سوق في العالم لمعدات الاتصالات وخدماتها يشارك الرئيس الصيني تشينج بينك في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في اليابان الأسبوع المقبل وكالة تشينغوا الرسمية الصينية أفادت بأن الرئيس الصيني سيلتقي نظيره الأمريكي على هامش الأعمال الرسمية ويتوقع أن يناقش الرئيسان السئنافة مفاوضات التجارة المتوقفة منذ نحو شهر لتخفيف حدة الحرب التجارية وأثارها على الاقتصاد العالمي ككل وتعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري هذا وأكد نائب وزير التجارة الصيني ضرورة توصل الصين والولايات المتحدة إلى حل وسط لنزاعهما التجاري وقبل أيام من الاجتماع المرتقب لرئيسي البلدين في قمة مجموعة العشرين قال المسؤول الصيني أن جولة جديدة من المحادثات التجارية قد تعقد قريبا وأضاف أن التحركات الأحدية والسياسات الحمائية تمثل تحديات صعبة تؤدي إلى تباطئ الاقتصاد العالمي وتخلق حالة من عدم الوضوح لكن المسؤولين من الجانبين يستعدون للجولة المقبلة من المحادثات تراجعت أسواق الأسهم الخليجية والعربية وقادت البرصة السعودية الخسائرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة على إيران يبدأ سريانها اليوم الاثنين وخسرت أسهم مجموعة سامبا المالية أكثر من ثلاثة ونصف في المئة والبنك الأهلي التجاري ما يقرب من الثنين في المئة فيما انخفض المؤشر القطري واحدا وثلاثة عشر في المئة مع تراجع أسهم بنك قطر الوطني أعلن وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بلغت ستة عشر مليار دولار بين عامي 2011 و2016 وفي لقاء مع وكالة سبوتنيك أوضح القادري أن الستة عشر مليار دولار لا تشمل الأضرار التي لحقت بمشاريع الرأي الحكومية وقنوات الإنتاج وعزل أسباب إلى العقوبات الاقتصادية وتراجع حجم الصادرات إضافة إلى تخريب المراكز الانتاجية والخدمية وتدميرها ومنع الفلاحين في بعض المناطق من الوصول إلى أراضيهم هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة نلتقي من جديد عند الخامس ونصف عصرا مع الاقتصادية المفصلة عودة إليك رانا شكرا لك عبدالله عقد منتدى الوحدة الإسلامية مؤتمر الثاني عشر في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان العقل المسلم ودوره في بناء إنسانية راشدة شاركت فيه نخبة من العلماء المسلمين من مختلف الدول الإسلامية والغربية موسى السرور نهضة المسلمين وصحوتهم لا تقوم إلا بالوحدة وصيانة العقل المسلم في سبيل بناء بشرية راشدة هذا ما توصل إليه المشاركون في منتدى الوحدة الإسلامية الثاني عشر في لندن المشاركون الذين قدموا من مختلف الدول الإسلامية استغربوا الدعوات التي تصف الإسلام وأهله بالبعد عن العقل والمنطق عقل الشباب المسلم اليوم يتعرض إلى هجمة خطيرة وهذه الهجمة نوعين من الهجمات متناقضتين هجمة تدعو إلى مسخ العقل وأخذ العقل إلى حالة من التطرف والتكفير والذي رأيناه في انخراط كثير من الشباب في الجماعات التكفيرية المتطرفة وهجمة مضادة أخرى من جهة أخرى لمسخ هذا العقل وجره إلى الانحراف والضياع سيانته من الانحراف والاختصاب اختصاب العقل عن فطرته وعن طبيعته العقل المسلم هو عقل بشري لا يعقل أن العقل المسلم يؤدي به إلى أن يقتل أخاه فلسطين تصدرت النقاشات بين المؤتمرين وكانت محل إجماع في إدانة المحاولات الأمريكية وبعض الأنظمة العربية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يعرف بصفاقة القرن كما عبروا عن امتعاضه من الورشة الاقتصادية التي ستعقد تحت مسمى الازدهار من أجل السلام في البحرين هذا جوهر الموقف الذي على أساسه حسرت إيران وضربت وتم التآمر عليها ولولا وقوفها إلى جانب فلسطين صدقوني لجنية لها خيرات الأرض ولكانت مرة أخرى شرطي القليج ولكنها دفعت الأسمان في سبيل تبنيها لقضية فلسطين هذه فلسطين اليوم أنا أعتبر هي ضمير المسلمين يعني بل شرط من شروط إيمانهم لأن المجهد الأخصى هي مقدسات الإسلامية المشاركون دعوا إلى تجنب المنطقة شر الحروب سواء التي يشنها بعض الحكام على جيرانهم كما هي الحرب على اليمن أو الحرب التي تهدد أمريكا بإشعالها ضد إيران المؤتمر الثاني عشر لمنددى الوحدة الإسلامية هدفه زرع روح الوحدة بين المسلمين ونشر ثقافة الوعي والتسامح مؤتمر هاجسه الأول والأخير نهضة المسلمين ومواجهة التحديات التي تعصف بالأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مسسرور لندن الميادين إلى العنوين تحركات شعبية وفعاليات رفضا لورشة البحرين وصفقة القرن في فلسطين المحتلة ولبنان وعضاء مجلس الأمة الكويتي يرفضون أي محاولة للتطبيع طهران تعلن فشل الهجمات الإلكترونية الأمريكية على مواقع اطلاق صواريخ ووسائل علام تكشف عن مخاططات جديدة للبيت الأبيض لاستهداف إيران المبعوث الأمريكي لإيران يؤكد رغبة ترامف الحوار مع طهران ويبدأ استعداد واشنطن لرفع جميع العقوبات بعد الوصول إلى اتفاق البلمان العراقية منحو الثقة لتعيين ووزراء الدفاع والدخلية والعدل في حكومة عادل عبد المهدي لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز أكرم إمام أغلو برئاسة بلدية إسطنبول رسميا والليرة والبورسة تركيتان تنتعيشا وفاة المدعي العام بولاية أمهر الأثيوبية متأثرا بجروح أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة بالمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيادة موقع الميدين على الانترنت الميدين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء